المشاهدون الكرام مرحب بكم مجددا إلى حلقتكم بالمكشوف كنا قد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين عصابة الحوثية الإرهابية والعامل المشترك بينهما قطر قطر بدأت تحديدا في اليمن عام 2006 وتحديدا في الحرب الرابعة التي كانت دائرة بين الحكومة وبين المتمردين الحوثيين أعلنت قطر مبادرة أو معنى صح وساطة بين الحكومة اليمنية وبين المتمردين الحوثيين هي في حقيقة الأمر لم تكن وساطة بقدر ما كانت إنقاذ للمتمردين الحوثيين الذين كانوا قد وصلوا إلى مرحلة من الانهيار وكانوا قاب قوسيني أو أدنى من الهزيمة الساحقة بهم وكعادتهم الحوثيون حينما يصلون إلى مرحلة من الضعف يطلبون وساطة فكانت حليفتهم قطر هي الوسيطة في هذا الوقت لكي تحيي الروح فيهم مجددا قطر في حقيقة الأمر هي في حالة سباق مع المملكة العربية السعودية على قيادة المنطقة والعالم الإسلامي إمارة قطر هي التي تقود حركة الإخوان المسلمين العالمية وأمير قطر حينها حمد شعر في لحظة ما بأنه أصبح أميرا للمسلمين من خلال جماعة الإخوان المسلمين فأراد أن يواقع المملكة العربية السعودية من اليمن وكانت جماعة الحوثي ومن قبلها جماعة الإخوان لكنها لم تستطع فعل شيء بحكم أن جماعة الإخوان جماعة انتهازية كانت تعمل أو يعمل قزء منها تحت الغطاء السعودي والقزء الآخر تحت الغطاء القطري ولكن هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالمقولة سيفنا قلوبنا مع علي وسيفنا مع معاوية فسيوفهم مع قطر وقلوبهم مع السعودية من إقل المال طبعا وهذا ما هو حاصل في هذه الأيام لو تابعتم وقرأتم وشاهدتم ما تديرهم وسائل الإعلام لهذه الجماعة التي تعمل تحت الغطاء القطري وما تشنه من دعايات بأن طارق محمد عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام قاءوا ليسرقون انتصاراتهم ولما تنظرون إلى هذه الانتصارات ترون بأن جبهة نهم لها ثلاث سنوات لم تتحرك من مكانها وجبهة صرواح لها ثلاث سنوات لم تتحرك أيضا من مكانها وهناك جبهة أخرى التي تقودها هذه الجماعة لم تتحرك لا هنا ولا هناك ولو ربطنا بين الخطابين خطاب عبدالله سعتر قبل يومين وخطاب عبد الملك الحوثي زعيم عصابة الحوثية الإرهابية قبل تقريبا أسبوع لوجدنا التشابه والعلاقة بين الخطابين سعتر كان يحرض الإصلاحيين بين قوسين الإخوان المسلمين على أن يدفعون بالقوى الأخرى للذهاب للجبهات والاحتفاظ بعناصر الجماعة جماعة الإخوان المسلمين بعيدا عن هذه الجبهات وإعدادهم للمرحلة القادمة التي قال عنها بأنها سوف تكون مرحلة الانتصارات ومرحلة التمكين لأن جماعة الإخوان المسلمين تبحث عن التمكين في الأرض تحت ما يسمى بالخلافة الإسلامية وعصابة الحوثية الإرهابية أيضا تبحث عن التمكين من خلال نظام الولاية عبد الملك الحوثي قال لأتباعه بأن هذه الانتصارات التي حققناها لا يفكر أحدكم من أي من الأسر الهاشمية بأن ينتقص منها أو يحاول أن يتعاطف مع الآخرين لأن هذه الانتصارات وصلنا إليها بدماء وبقهد وبتعاون من رجال في الداخل وفي الخارج وأي واحد سوف يحاول انتقاص منها فستعرض للعقوبات وما إلى ذلك وصاعتر قال نفس الكلام كان صاعتر قبل أيام قد قال من على شاشة العربية بأنه لا يمانع من أن يقتل 24 مليون يمني ويبقى مليون واحد فقط يبدو أن المليون هو هذا الذي يعتقدون أنه يتبع الإخوان المسلمين عودة فقط إلى قطر والوساطة القطرية تذكرون والذي لا يذكر عليه أن يعود إلى هذه المعلومات من خلال شبكة الانترنت حينما زار الأمير حمد بن خليفة آل ثاني اليمن في مايو 2007 أرسل فريقا من وزارة الخارجية القطرية إلى صعدة وفي الوقت ذاته سافر يحيى الحوثي إلى قطر وكما قلت لم تكن قطر وسيطا بين الحكومة اليمنية والحوثيين بقدر ما كانت داعما للحوثيين في فبراير 2008 ألتقى وفد الحكومة بوفد المتمردين في الدوحة وقعوا اتفاق سلام لكن المتمردين لم يلتزموا بذلك تعالوا نشوف هل قطر بالفعل لها علاقة علاقة ربط بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الحوثيين وهل لها علاقة ربط أيضا بين إسرائيل وبين إيران حتى نفهم ما الذي يجري في اليمن وكيف أن كثيرا من المغفلين للأسف الشديد يعتقدون أنهم يقاتلون من أجل التمكين أو من أجل الوصول إلى الحق وهم واهمون بذلك لأن حينما نجمع الصورة مع بعضها البعض يكتمل المشهد قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي سارعت إلى فتح مكتبين في التسعينات مكتب لإسرائيل ومكتب للعلاقات مع إيران إذن هل هناك صراع بين إيران وبين إسرائيل في حقيقة الأمر ظاهريا نعم لكن في الباطن لا يوجد أي صراع لأن إسرائيل وإيران متفقتان على إدارة الصراع في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي من أجل مصالحهم ومن ورائهما طبعا الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت قطر هي العامل المشترك بين إسرائيل وبين إيران هل يعقل أن يكون هناك خلاف بين إيران وبين إسرائيل هذا سؤال للعقلاء وأعتقد أن أي من الناس يحمل عقلا وميزه الله بهذا العقل لا شك أنه سوف يصل إلى الحقيقة والسؤال الآخر هل يعقل أن هناك خلاف بين جماعة الإخوان المسلمين في اليمن وبين عصابة الحوذي لا أعتقد ذلك والعقل المنطقي يقول ذلك حينما حاولت جماعة الإخوان المسلمين قتل الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في عام 2011 في جامع دار الرئاسة في النهدين رقصت هذه الجماعة وذبحت الأبقار والأثوار فرحا وهللت لهذه القريمة التي أقدمت عليها وبالمثل عصابة الحوذي حينما أقدمت على قتل الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح أيضا فرحت وهللت ورقصت حول جثته إذن هناك علاقة مشتركة بين الجماعتين وإذا ما عدنا أيضا إلى بداية قيام الثورة الإيرانية في عام 1979 سنجد أن الجماعة الإخوان المسلمين بعثت بمندوبها إلى إيران لتهنئة الإمام الخميني في ذلك الوقت على الثورة الإيرانية والعلاقة بين الشيعة في إيران وبين جماعة الإخوان المسلمين هي بدأت تقريبا من الخمسينات كانت هناك علاقات مشتركة وزيارات متبادلة بين الطرفين بل أن وفدا من جماعة الإخوان المسلمين زار الإمام الخميني في سويسرا قبل أن تقوم الثورة في عام 1979 في إيران قبلها تقريبا بأقل من عام يبدو أن جماعة الإخوان كانت قد عرفت بموعد هذه الثورة وبالتالي بعثت بوفد لتهنئة الخميني قبل أن تقوم الثورة أصلا هناك إذن هذه العلاقات المشتركة بين قطر الرابط الحقيقي والأساسي بين إيران وإسرائيل وبين جماعة الإخوان المسلمين وبين عصابة الحوثي الإرهابية ماذا تريد قطر؟ كما قلت قطر تريد أن تعمل على تفتيت عضد المملكة العربية السعودية وهي تعتقد بأنها الأقدر من المملكة العربية السعودية بقيادة العالم العربي والعالم الإسلامي لأنها أصبحت تقود جماعة الإخوان المسلمين العالمية وعلاقتها أيضا بقوتين في المنطقة هما إسرائيل وإيران ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتقد بأنها الأقدر بقيادة العالم الإسلامي بدلا عن المملكة العربية السعودية إذن قطر حينما دخلت في اليمن وتحديدا في الحرب الرابعة هي في الأساس دخلت للتنافس الذي كان قائم بينها وبين المملكة العربية السعودية هنا علينا أن نربط أيضا الأحداث على الأرض هذه الأيام بين جماعة الإخوان لما نقول جماعة الإخوان هو الغطاء الأساسي والرئيسي هو حزب الإصلاح هناك الكثير من هؤلاء الموجودين داخل حزب الإصلاح وهم في الأساس يتبعون قطر ينهجون نفس نهج الحثين لا فرق في ذلك هؤلاء هم الذين يدفعون بأبناء القبائل ويقندون أبناء الأسر الفقيرة للذهاب إلى القباهات والقتال نيابة عنهم والحوثيون كذلك اليوم أيضا يقندون أبناء القبائل وأبناء الأسر الفقيرة بعد أن نهبوا كل شيء ويذهبون بهم إلى الجبهات لكنهم لا يذهبون إلى القبهات بالمطلق هم يعدون أنفسهم للمرحلة القادمة يعدون أنفسهم للحكم كما يقولون وإذا ربطنا بين إعلام عصابة الحوثي وإعلام جماعة الإخوان سنجد أن الطرفان متفقان على ذلك وعدوهم المشترك هو حزب المؤتمر الشعبي العام ولم ينقوا أيضا الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح من التعرض له حتى بعد مقتله وبعد موته بما يدل على حقم الحقد والكراهية التي تقسدت في نفوس هاتين الجماعتين التي لا ترتبطان لا بوطن ولا بهوية جماعة الإخوان لا ترتبط كما تعلمون بحدود وطنية مثلها أيضا جماعة الحوثي لا ترتبط بحدود وطنية حتى وإن زعم أمام الآخرين بأنهما يقاتلان من أجل السيادة الوطنية ومن أجل الكرامة والعزة فحقيقة الأمر أم يقاتلون من أجل مصالحهم والدولة بالنسبة لهم أينما توجد جماعتهم وليست الدولة هي المتعرف عليها في العلوم السياسية بأنها الدولة التي لها حدود وأيضا ترتبط بشعب ولها دستور فهذه المفاهيم ليست واردة بالمطلق لدى هاتين الجماعتين اليوم نجد وسائل الإعلام بشراسة هنا وهناك والعدو المشترك هو حزب المتمر الشعبي العام يعني الإخوان ليس عدوهم الحقيقي عصابة الحوثي الإرهابية وعصابة الحوثي الإرهابية ليس عدوهم الإخوان صحيح أن الطرفين لا شك بأن هذه مصالح وحينما تفترق المصالح سيتواقهان لا شك في ذلك لكن المصلحة الحقيقية الآن هو أن يزيح هذا الحزب الكبير الحزب المدني الذي يتمدد في أنحاء الجمهورية اليمنية وهو حامل لمشروع وطني بالتالي لا بد ما تتوحد مصالح الطرفين على مواقهة هذا الحزب ولذلك نجد كل وسائل الإعلام من قبل الطرفين تتعرض للمتمر والمتمرين والتهديد والوعيد وبأن حزب المتمر إذا لم يندرق تحت الشرعية أبلاي الإخوان إذا لم يندرق تحت الشرعية فإنهم خونا وعملا ومرتزقة وأنهم يسهلون عملية الهزيمة والوصول إلى الانهيار وما شبه ذلك وكما قلت الحديث عن الهزيمة وكأنهم منذ ثلاث سنوات كانوا قد حققوا انتصارات عظيمة هم يقتاتون على المال ويجمعون السلاح للمرحلة القادمة ما أريد أن أقوله أن هاتين الجماعتين تريدان الوصول إلى الحكم تحت فكرة الولاية أو تحت فكرة الخلافة التي أعلن عنها الزنداني عام 2011 وقال بشرى بأن عام 2025 ستقوم الخلافة لسنين كله وهم هذا بيهمون الناس وهم يبحثون عن مصالحهم على العموم أنا لا أطول عليكم كما وعدتكم سوف نستمر في كشف مثل هذه الحقائق في حلقات قادمة إن شاء الله أستودعكم الله وإلى لقاء يتجدد